معهم لإسماعيلي عنده 3 تعدلات وعنده 3 نقاط إسماعيلي اللي هروح له دلوقتي هتكلم على مباراته يعني برضو بيعاني بشدة بيعاني بشدة وبأن 3 سنين تتذكروا معي جمهور نادي الإسماعيلي اللي بتتبعنا دايما باستمرار هنا في البريمو 3 سنين كده تقريبا بداية الموسم بالنسبة لنادي إسماعيلي زي بعض يعني 3 نواسم اهو نفس الشكل ونفس النتائج تقريبا ونفس الخوف اللي بيحصل لجمهور نادي الإسماعيلي إنها على نهاية الموسم يفضل بقى المعافرة هينزل مش هينزل ويغير مدربين طبعا تقريبا إحنا خلاص إحنا كابتن أيمان الجمل هو الموجود التغيير تمدرب ولسه هتشوف كابتن أيمان الجمل هو اللي هيكمل ولا مدير فني آخر هيكون موجود ولسه ما تعرفش إيه اللي ممكن يحصل لو الشكل بالنسبة لللاعبين بالشكل ده والشغل الفني بالشكل ده والمشاكل المادية بالشكل ده يعني إحنا قولنا السنة فاتت التالتة ما ينفع تبقى تابتة والإسماعيلي ممكن لقدر له يحصل حاجة لكن تلات مرات بتعدي أو تلات مواسم بيحصل بتحصل الأمور دي المرة الرابعة بقى ما بتضمنش إيه اللي يحصل ويفقد الدوري فريق زي الإسماعيلي فريق كبير هو جرس انذار والجرس انذار بقى له تلات مواسم إيه اللي ممكن يحصل إيه اللي ممكن ييجي بالنسبة ليه المدير الفني ومين ممكن ييجي أنباء كتير كانت موجودة على الكابتن حسام حسن بالرغم من الأنباء دي برضو موجودة في النادي المصري إن الكابتن حسام حسن برضو بيقترب بشدة من نادي المصري لكن فعلا لازم لازم هنا وقفة يعني إحنا السنة اللي فاتت كنا قضيتنا هنا في البريمو نادي الإسماعيل عشان يقف على رجله ونبتدي نطلع المشاكل ونقول المشاكل والحلول وبتاع عند ربنا طبعا ربنا بينجد الفرق في فرق ربنا نجدها السنة اللي فاتت إحنا هنا برضو السنة دي بنقول قبل ما أي مشاكل تحسن إحنا ست أسابيع نادي الإسماعيل ديوقتي في المركز الستاشر اللي هو يعني برضو إنه يعتبر يعني مؤخرة جدول الدوري ولسه الفرق كمان ما جابتش المستوى الفني بتاعها فممكن مع المستوى الفني بتاع الفرق التانية وهي بترتفع الإسماعيلي يبتعد أكتر ده بالنسبة لنادي الإسماعيلي اللي يتعادل النهاردة مع فيوتشر صفر صفر كان فيه هدف حقيقة بالنسبة لنادي الإسماعيلي تم إحرازه وتلغى إنه كان فيه فاول قبلها وبالتالي طبعا حصل إلغاء الهدف اللي بالنسبة لنادي الإسماعيلي ده ترتيب ترجمة نانسي قنقر